في قديم الزمان كان هناك ملك ظالم اسمه نمرود بن كنعان استطاع ان يملك مشارق الدنيا ومغاربها فقد اعطاه الله الخير والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى وبدلا من الشكر كفر بالله واعتقد بانه اكبر واقوى من الله خالقه لذلك كان يحكم شعبه في ارض العراق بالحديد والنار وبعد ان كان يعبد الاصنام في بداية الامر مرت السنين والدعى بعد ذلك الالوهية وطلب من شعبه ان يعبده وفي هذا الوقت ولد سيدنا ابراهيم عليه السلام في اسرة كانت تعبد الاصنام بل كان ابوه يصنع هذه الاصنام ولكن ابراهيم منذ ان كان طفلا كان قلبه يمتلئ بكراهية هذه التمثيل التي لا تأكل ولا تشرب ولا تتكلم ولا تضر ولا تنفع معلم في صباه ان الله هو الخالق الواحد الاحد لذلك بدأ يدعو اباه لعبادة الله وترك عبادة الاصنام لكن الابا رفض وطرده من بيته وفي احد الايام وبينما كان قومه يحتفلون خارج المدينة دخل سيدنا ابراهيم عليه السلام المعبد ومعه فأس حادة حطم بها الاصنام كلها الا كبيرهم وضع الفأس في رقبته وعندما رجع القوم من حفلتهم وجدوا اصنامهم مهدمة فسألوا سيدنا ابراهيم عمن حطمها فقال انه كبيرهم فاسألوه فاخذوه للنمرود الذي جادل سيدنا ابراهيم في ربه وعندما قال له سيدنا ابراهيم ان ربي الذي يحيي ويميت رد عليه النمرود بكل غرور وقال انا ايضا احيي واميت ولكي يبرهن على ذلك احضر النمرود رجلين قد حكم عليهما بالقتل فامر بقتل احدهما وعفى عن الاخر وذلك لكي يوهم سيدنا ابراهيم بانه قادر على احياء الموت فلم يناقش ابراهيم النمرود في فهمه الخاطئ للحياة والموت وانما انتقل الى اية اخرى من ايات الله عز وجل فقال له ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب ألم تر إلى الذي حاج ابراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال ابراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين اي اذا كنت تدعي انك تستطيع ان تحيي وتميت فهل تستطيع ان تغير مدر الكون فتأتي بالشمس من المغرب بدل المشرق وهنا خرس النمرود ولم يعد يستطيع الكلام بعد أن قامت عليه الحجة وأمر بإيقاد نار كبيرة وألقى فيها ابراهيم عليه السلام فجعل الله بقدرته النار باردة على سيدنا ابراهيم فلم تؤذه ثم دعا سيدنا ابراهيم النمرود مرة أخرى ليؤمن بالله ولكنه تكبر وعصى وكفر بالله فأرسل الله سبحانه على النمرود بعوضة دخلت في أنفه ثم انتقلت بعد ذلك إلى رأسه فأزعجته وآلمته أشد الألم فكانت لا تهدأ حركتها في رأسه حتى يضرب هذا الكافر بالنعال على رأسه ليخف ألمه وانتقم الله منه وعذبه سنوات كثيرة حتى مات ذليلا واستمر إبراهيم عليه السلام في دعوة قومه لله تعالى فلم يؤمن معه سوى امرأة تسمى سارة صارت فيما بعد زوجته ورجل هو لوط وصار فيما بعد نبيا يدعو لعبادة الله وحده خرج سيدنا إبراهيم عليه السلام مهاجرا بدعوته من بلده العراق إلى فلسطين ثم إلى مصر ومعه زوجته السيدة سارة ولم يكن على ظهر الأرض التي امتلأت كفرا وإلحادا من المسلمين سواه وزوجته ولوطا عليهم السلام ثلاثة على ظهر الأرض يحملون تابعات الإسلام رسالة ودعوة وقد شاهدت السيدة سارة حوار سيدنا إبراهيم مع عبدة الكواكب والنجوم وكيف أثبت الخليل عليه السلام حين أراهم أن تلك الكواكب والنجوم والشمس والقمر تغيب وتظهر وتشرق وتغرب وأن على الإنسان أن يعبد الله الأحد الصمد وأن يوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض مسلما مؤمنا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وفد الخليل إلى مصر ليدعو إلى التوحيد وعبادة الله وكان على رأس مصر ملك يتبع الشهوات فنقلوا إليه ضمن ما تنقل الحاشية للملك أن امرأة جميلة قد صحبها شيخ من الشمال تستحق أن تعرض على الملك فأشار الملك بعرضها عليه وفوجئت السيدة سارة ومعها زوجها باستدعاء الملك لها وهي تعرف مما سمعته من أهل البلاد كيف يكون سلوك الملك مع النساء الجميلات وتعرف أيضا أن سلاح المؤمن دائما في كل أمره الدعاء لله والاستعانة به فدعت سارة قائلة اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر وسأل الملك إبراهيم عما معه فقال له هي أختي ويقصد أنها أخته في دين الله وأدخلت سيدة سارة على الملك وكان الخليل خارج قصر الملك مستغرقا في صلاة خاشعة لله تعالى ودعاء متصل أن يصون الله امرأته فلما دخلت على الملك أمسك بيدها فشلت يده فقال لها ادعي الله لي ولا أضرك فدعت سارة ربها واستجاب الله لها وعادت يده كما كانت ثم أراد أن يمسك بيدها ثانية فشلت يده مثل الأولى أو أشد فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت سارة ربها واستجاب الله لها وعادت يده كما كانت وفي الثالثة أراد أن يمسك بيدها فشلت يده مثل المرتين السابقتين فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت سارة ربها واستجاب الله لها وعادت يده سليمة ثم دع بعض حجبته وقال لهم إنكم لم تأتون بإنسان إنما أتيتمون بشيطان ثم أطلقها وأعطاها هاجر لتخدمها فذهبت إلى إبراهيم عليه السلام وهو يصلي فسألها بالإشارة ما الخبر فقالت رد الله كيد الكافر وقصت له ما حدث رحلة طويلة شاقة من العراق إلى فلسطين ثم مصر لكي يلتقي إبراهيم عليه السلام والسيدة سارة بهاجر بعد معاناة مع ملك مصر لقد كانت سيدة سارة وزوجها الخليل يشتاقان إلى الولد ولم يكن اشتياقهما إلى الولد اشتياقا إلى زينة الحياة الدنيا بل كان اشتياقهما إلى من يحمل ميراث النبوة وعبء الرسالة وكانت السيدة سارة عاقرة وكان إبراهيم يتمنى الولد وكانت الرحلة إلى مصر بترتيب من الله جزءا من تحقيق هذه الرغبة حيث وهبت السيدة سارة هاجر لإبراهيم عليه السلام بعد أن عاد من مصر ومعهما أنعام وعبيد ومال جزيل أهداهم بها ملك مصر وتزوج سيدنا إبراهيم عليه السلام هاجر ورزقه الله ابنه إسماعيل الذي كان بداية تحقيق البشارة للخليل عليه السلام ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين بعد أن تزوج سيدنا إبراهيم عليه السلام من السيدة هاجر أشربت في بيت النبوة كل مشارب الإيمان والتقوى واليقين بالله تعالى وحسن توجه إليه والتسليم بقضائه ثم رزقهم الله بولدهما إسماعيل عليه السلام وفي أحد الأيام جاء سيدنا إبراهيم إلى السيدة هاجر وطلب منها أن تحمل إسماعيل وأن تأتي معه إلى حيث يمضي أظل سيدنا إبراهيم يسير حتى دخل في صحراء جرداء شديدة الحرارة ليس بها زرع أو ماء وطلب من هاجر أن تبقى هناك هي وابنها ثم مضى وتركها فأسرعت السيدة هاجر وراءه وقالت له إلى أين تمضي وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه حياة ولا زرع ولا ماء ولا بشر ولكن إبراهيم عليه السلام مضى وهو صامت فعلمت السيدة هاجر أن هذا أمر الله فقالت له هل أمرك الله بهذا وعندما قال إبراهيم نعم قالت السيدة هاجر في ثقة إذن فلن يضيعنا وحين اختفى إبراهيم عن زوجته وابنه خلف الجبل أخذ يدعو الله أن يرزق زوجته وابنه بقوله كما جاء في القرآن ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وبدأت أم إسماعيل ترضع ولدها وتشرب من الماء الذي تركه لها إبراهيم حتى انتهى وبدأ الطفل يبكي من العطش حيث كان الجو حارا والشمس ملتهبة فتركت السيدة هاجر الطفل وصعدت إلى جبل الصفا فلم تجد أحده وأخذت تسير في الوادي حتى صعد جبل المروى فلم تجد أحده وعادت الأم إلى طفلها فوجدته يبكي وقد اشتد عطشه ثم أخذت تصعد وتنزل سبع مرات وفي المرة الأخيرة كانت قد تعبت ولم تعد قادرة على مجرد الوقوف في هذا الحين جاءت عناية الله ورحمته قبل أن تيأس السيدة هاجر فقد أرسل الله إليها ملكا ضرب الأرض فانفجرت عين زمزم فأخذت تحوط الماء وتغرف منه فريحة سعيدة وشربت السيدة هاجر وأرضعت طفلها وسجدت الله شكرا ومن بعدها راحت النباتات تنبت والطيور تقبل وبدأت القبائل تنتقل من بعيد لتكون بجانب الماء الذي بعين زمزم والتفت قبيلة جرهم حول الماء بموافقة هاجر على أن لا تكون لجرهم سبيل ولا سيطرة على الماء وعمر المكان وانتشر الزرع وشب إسماعيل وكبر وسط قبيلة جرهم فكانت أمه قريبة منه ترعاه وحرصت على تربيته كما يتربى الرجال الأشداء فكان فارسا راميا لا يطيش له نبل وظل سيدنا إبراهيم عليه السلام يزور السيدة هاجر وابنهما إسماعيل في كل عام مرة أو مرتين حسب ما تقتضيه الظروف والأحوال كبر إسماعيل عليه السلام وتزوج من فتاة من القبائل المجاورة وكان أبوه عليه السلام يزوره ويرعاه وينصحه بين الحين والآخر وذات ليلة رأى إبراهيم عليه السلام وهو نائم رؤيا بأنه يذبح ابنه إسماعيل وإبراهيم عليه السلام يعلم أن رؤيا الأنبياء وحي ففكر في ولده الذي تعلق به قلبه وماذا يقول عنه إذا أرقده على الأرض ليذبحه فالأفضل أن يقول لولده ليكون ذلك أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه قهرا ويذبحه قهرا وانتهى الأمر وذهب إلى ولده قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى لم يتردد إسماعيل لحظة واحدة وإنما قال لأبيه يا أب تفعل ما تؤمر ومضى الإثنان لينفذ أمر الله ورقد إسماعيل عليه السلام على الأرض وجهه في الأرض وإبراهيم يرفع يده بالسكين عندئذ فقط وفي اللحظة التي كان السكين فيها يتهيأ لتنفيذ أمره نادى الله إبراهيم كما جاء في القرآن الكريم وناديناه أيا إبراهيم قد صدقت الرؤية إنا كذلك نجزي المحسنين وفد الله إسماعيل بذبح عظيم وتحول الحزن إلى فرح وصار اليوم عيدا لقوم لم يولدوا بعد وهم المسلمون ومرة أخرى وبعد أن أصبح إسماعيل قويا جاءه إبراهيم وقال له يا إسماعيل إن الله أمرنا أن نبني الكعبة ثم بذل جهدا استحالت بعد ذلك مماثلته على عدد كبير من الرجال حيث كان عليهم حفر الأساس لعمق كبير في الأرض ثم قطع الحجارة من الجبال البعيدة والقريبة ونقلها بعد ذلك وتسويتها وبنائها وتعليتها وكان الأمر يستوجب جهد جيل من الرجال ولكنهما بنياها معا ودعا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وهما أعظم مسلمين على وجه الأرض يومها أن يتقبل الله عملهما وأن يجعلهما مسلمين له كما سأل الله أن يخرج من ذريتهما أمة مسلمة له سبحانه وأن يبعث رسولا لهؤلاء البشر فاستجاب الله لهما وكانت هذه الأمة هي أمة الإسلام وبعث الله بعد ذلك بسنوات طويلة رسول الله محمدا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم بعد أن نجى الله من آمن مع سيدنا نوح أصبح كل من على الأرض في ذلك الوقت من المؤمنين فعمروا الأرض ولم يكن بينهم كافر واحد ومرت سنوات وسنوات وانحرف الناس عن عبادة الله وحده ونسوا وصية سيدنا نوح عليه السلام وعادت عبادة الأصنام وذلك عندما قال أحفاد قوم نوح في البداية لا نريد أن ننسى آباء الذين نجاهم الله من الطفان فصنعوا للناجين تماثيل ليذكروهم بها ثم انقلب التعظيم بعد ذلك إلى العبادة وإذا بالتماثيل تتحول بمكر من الشيطان إلى آلهة مع الله وعادت الأرض تشكو من الظلام مرة ثانية فأرسل الله سيدنا هود إلى قومه من قبيلة عاد وكانت هذه القبيلة أعظم أهل زمانهم في قوة الأرسام والطول فكانوا يبنون القصور الضخمة والبناءات العالية ويتفخرون بقوتهم ورغم ضخامة أرسامهم كانت لهم عقول مظلمة حيث كفروا بالله ونسوا ربهم الذي خلقهم وأنعم عليهم وعبدوا أصناما نحتوها بأيديهم وكانوا يعبدونها ويحاربون من أجلها كان هود عليه السلام لين الجانب يعاملهم بالحسنة ويصبر عليهم ويذكرهم بما فعل قوم نوح السابقون حتى لا يكرروا نفس أخطائهم ولكنهم أصروا على عنادهم وعندما قال لهم هود عليه السلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره سخروا منه واتهموه بالجنون وقالوا وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ولكن هود عليه السلام ظل على لين خلقه يدعوهم بالموعظة الحسنة ويحاول إقناعهم وقد آمن بهود عليه السلام نفر قليل وظل الكثيرون على كفرهم وعنادهم لسنوات كثيرة وظلوا يسبونه ويتهمونه باتهامات باطلة عند ذلك أعلن هود عليه السلام لهم براءته منهم ومن آلهتهم وتوكل على الله الذي خلقه وأدرك أن العذاب واقع بمن كفر من قومه وانتظر هود وانتظر قومه وعد الله وبدأ الجفاف في الأرض فلم تعود السماء تمطر وجاع الناس وعطش وضاقت بهم الحال ومع ذلك زادوا في العناد والسخرية والكفر فزاد الجفاف واصفرت الأشجار الخضراء ومات الزرع وجاء يوم فإذا سحاب عظيم يملأ السماء وفرح قومهود وخرجوا من بيوتهم يقولون هذا دليل على أن السماء ستمطر ثم تغير الجو فجأة من الحر الشديد إلى البرد الشديد وبدأت الرياح تهب فارتعشت الأشجار والنباتات والرجال والنساء والخيام واستمرت الريح ليلة بعد ليلة ويوما بعد يوم كل ساعة كانت برودتها تزداد وبدأ قومهود يفرون إلى الخيام واختبأوا داخلها فاشتد هبوب الرياح واقتلعت الخيام فكانت الرياح تمزق الملابس وتمزق الجلد وتنفذ من فتحات الجسم وتدمره واستمرت الرياح مسلطة عليهم سبع ليال وثمانية أيام لم ترى الدنيا مثلها قط ثم توقفت الرياح بإذن ربها ولم يعد أحد باقيا من قومهود ونجى هود عليه السلام ومن آمن معه فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ترجمة نانسي قنقر